عفق هذر لنا شوية على ريضة الإنسان يعني وسط الدار شوية اللي خفية على ريضة مك عرفوش الجمهور هي صوتات علوها بي نحن كنت صوتنا علوها بيحنا نحن من كنا نسمعه قبل انتخابات تهضر في مسائل وفهذا كانت يجينا بأن هذا السيد هذا رواقيل غد يقدم شي حاجة ساعة اللي قدم هي الحبس الاخونا نصبلينا نحن الخوت والوالدين دوكتراري كانت يدافع هالتراب الوطني التراب ديالو من تحت رجله زوار الموقع مرحبا بكم ورمضان مبارك سعيد مجددا لأخوتي المغربة داخل المغرب وخارج المغرب سنتصادفه أمين الطوجني الأخوة الأصغر لريدا الطوجني المدان بسنتين حبسا نافدا بلعنا على الشكاية اتهمه فيها وزير العدل بسبه وقذفه قبل أن تضيف النيابة العامة بأقادير لريدا تهما أخرى إلى جانب التهم التي وجهها وزير العدل فأدين بمجيب هذه الشكاية بسنتين حبسا نافدا اليوم انتشرت وثقة وثقة بنكية كالنار في الهاشيم على الصفحات الاجتماعية خاصة على طبيق الواتساب ربما يحاول أصحابها من وراء هذا النشر الإساءة لصورة رضا الطوجني كالشخص يدافع عن حقوق الناس وهو هضم حقوق مؤسسة بنكية كالشخص يدافع الفقراء هو لباس عليه عنده فيلا ربما هذا هو الخلف الموراء هذه الصورة اليوم نتساءل لماذا نشر هذه الوثيقة في هذا الوقت بالذات من يقف وراء هذا النشر هل هذه الوثيقة ايضا توصلت بها أسرة الطوجني هل يعني يمكن التقدم أو البيع ديال فيلا ديال رضا الطوجني في المزاد العالاني وهو في الحبس مكتوف الأيدي اليوم سنصلت الضوء مع أمين على هذه القضية كما سنصلت الضوء على رضا الإنسان من هو رضا الطوجني بعض ربما المعطيات الخفية عن هذا الشخص الذي يحظى بشعبية كبيرة وسط العديد من الناس بحكم الأنشطة المهنية وبحكم يعني النضاء الذي كان يخوضه نصرة للمظلومين سي أمين مرحبا بك بارك الله فيك سي مهداوي نشكرك من هذا المنبرك الله يحفظك وخصوصا نبلغ لك الشكر للأخر الذي قدرت مع البارح الله يحفظك يشكرك الكثير من المشهودات الله يحفظك ورمضان مبارك على الجميع المغاربة الله يحفظك أمين نسوّلك أنت الأخ الأصغر هل كان بناتكم شي جوج أو ثلاثة على حساب المعلومات التي لديك؟ نعم نعم أنا و الأفضار بناتنا جوج من الخط سؤال لماذا أنت تتحرك عليه كثيرا الخط والأخين الوسطانيين لم يبينوه كثيرا هل كانت علاقة قوية عندك معه أو أنت مطارع نعم كان جوج من هذا المسائل كانت علاقة قوية معه كانت شاركت معه كانت مشيت معه وكنت معه في كثير المواقف وكثير المراحل كان مهلا فيك؟ كان مهلا فيك؟ كان مهلا فيك؟ يا أخي الأخ الكبير المثالي هو هذا توحشيه هذا؟ أه 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 وتنظر مع كل نهار وتنمشول الزيارة فوق مكتب فوق مما يمكن يعني كي تشوفوا في ذلك البلاثة صعب ما يكون خير إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عادي إذي كبراسة ندخل لها نبي الله يوسف ماشي مشكلة يعني عادي عادي وما تخلش ريضا ما تخلش صارق ماشي موجريم ماشي مغتاصيب ماشي كده يعني خل بشي بسبب وزير العدل يعني آراءه على وزير العدل ما بنا يعني عادي لمو تدغش حالما عادي نعم احنا بغينا يخرج اليوق بالغدة ولكن مكين بس أمين بغيتك ما تعشت شي معها بزيف يا ريضا وانتي قريب لقر ما نشول هاد الوثيقة أو هاد الشي اللي خال عفك هادا لي نشوي على ريضا الإنسان يعني وسط الدار شحويش اللي خفية على ريضا ما كعرفوهش الجمهور أفضل Science عادي عادي أمين أسره أخا بالنسبة للورقة أمين نحن أريد أن ير hangar هل سمعت ؟ هل لماذا كبير منك ؟ هل لماذا كبير منك ؟ 16 عام ريدا وستدار كيف يعيش معكم ؟ مع أسرتهم ؟ مع ولداتهم ؟ ما هو هذه الصورة التي يقدم برية مع الناس الاحنين ؟ أم أن تكون إنسان آخر عنيف ومكيح ؟ مع المقربين ؟ بالأكس وقال لأحد في استدار من إذا كانت يبن في استدار حنين رائعا قليل أكثر في استدار رائعا لا أنا أعطيك هذه كانت أبنة وابنة زوجة وقالت لي وقع رائعا حاليا وقالت لي وقالت لكم الملحة لكم لأن رائعا هو ملحة وقالت لأجتمع وقالت لدينا الحق نسبيا ونحاولوا ووالدين البقى الحيين ؟ لا الوالدين لا يرحموا وليد في 2005 ووالده في 2015 بجو جمسة بجو جمسة الله يرحمون فضل النهر السعيد لا أعلم لا أعلم أن نسمعه عرف وليد أننا نجمعه عندما يكون نهارا وليد أي مناسبة التي تعطينا الإمكانية لتجمعه فتنجمعه فعلا هذا هو على الشرق وولده وشانا عنده ولده كبيرة تتقرف مدراسة محمدية المهندسين في رباط تبارك الله وولد تقرأ في البكالوريا عنده هذا العام كدير مستوهم الدراسي مزيان إلى ممتاز البنت تبارك البنت حققت نتائج الأولى نقطة الأولى كانت البنية كانت في الجهة هي الثانية وفي المغرب دخلها في الثلاثين تبارك الله في الأقسم تحضرية بعد ذلك في الرباط تباريا لدينا دراسة عندك الجنور والدري تبارك الله مستوى أزوين مزيان مزيان أزوين أطرب هل كيف تلقى وبعند شي أعطان أو العادي كيف كانوا مهيئ أو كيف يا أخي مزيان نحن 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 كنت جاء بنتهم من الرباط من السماعات التي سمعت و جاء تدر لها فرات لا تتقول عن أمها ولكن قلت لها تتقول لأمها هذا كسيد عندما نصوت صفت لي بل حبس كيف هي صوتات علاوها به نحن صوتنا علاوها به نحن من كنا نسمعه قبل انتخابات تهضر في مسائل وفي هذا كانت يجينا بأن هذا السيد هذا رواقيل سيقدم شيئا سعال الذي يقدم هي الحبس الأخونا بنسبة لي نحن الخوت و الوالدين دوكتراري هل يصوت هذا البنت قال عفو إذا لم أقليني نعود هذه البنت قلت لك الشخص اللي صوتت عليه هو اللي تدب والحبس فعلا هكا قلتها فعلا فعلا هذا المصطلح هذا السيد عندما مشينا صوتنا شوف شنو ذالينا خلينا بناء اللحبس أبو انتوما كأسر دابة وكأعائلة أكيد نقل شبزة عندكم قاناة على أن وهبي هو اللي دهل الحبس بوحده ولا وهبي وشي حاجة أخرى ولا شي طرف آخر كلو كيقول عديد من انتوما بالنسبة لي كم وش غير وهبي ولا ربما وهبي غير واجهة ولا وهبي هو من الشكاية في إطار القانون حيث كين بزرد نسك يهضرب انتوما كأسر عتكونوا أقرب عارفي شنو نحن نشوف وحنا وعامة في الحالة من المشاكل يقول لك هذا ما تحاولت تحايد ستار على شكون المخفيف لها هذا ما يقولون راكي شو أحد مخفيف لها نحنا ما عرفنا ما معنى إمكانية بشو أعرفوا شكون المخفيف لها نحنا اللي تنشوفوا وجهة شي كاين عند وزير مع عظماتين لا أريد أن تشتري شيء أنا تدعيني شيء كبير مع مرأة ما اسمعتها وزير تدعي مواطن نعم نعم وزير يدعو الحبس في السجاب وزير يدعو الحبس نعم نعم وزير يدعو الحبس نعم وين كانش يحد اللور وين كانش أحد ما يوجد أحد مخفيف الأمر اللي نقدر نقول هو أنه الوزير حد الشكاية ومشاهدة أكشفة إطار لأن الأخ كان في الحبس في السجاب اللي ديطائي ديال أنا يجريت نهضر فيه بقوا أقوله أنا مش مختص ما أنا مني تنقراتي بليا آآ 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 مع مراتي صورة يخرج على طفل الفيسبوك بقى واحد معشي واحدة قاعة معشي مراتي صورة يخرج علي فيسبوك ماشي حياته الخاصة اتمسى؟ دولك هتدير دولك غير الفيسبوك لبن كناش نحسبوه ونلخصنا نديرو قانون اللي كي مثل حيات خاصة للمواطنين أنا سياسي يكتبوا عليها يصوروني أنا معندي مشكلة قلت الأقل معندي مشكلة ولكن حياته اتمسل حيات المواطنين في حبيم ياتيهم وش بشي جريمة؟ اسمتي شنون �غاء؟ أنا سياسي هذا علي اذهب ما اذا؟ واو سورتي معندي مشكلة عليك مشكلة ايها خطيرة جدا ايه انا سياسي انا سياسيا اكتب عليها خرنا تصورتي انا سياسي يكتب عليها يصورني لاندي مشكلة ويطرة لاندي مشكلة واناو سيكون هنا مثل هنا ؟ هوا صاحبوا المصلحة صاحب المصاحب الصورة هو كيفوض للناس كتب علي صورني نمشو عش نمشو حناس يدي نربو ما الكلام يقدو كيفو ولكن كينا صورة وهذا عفش تقوي لي صورتي صورني أنا سياسي يكتبو علي يصوروني أنا معدي مشكل ولكن الأقل معدي مشكل ولش أنت يبعو أنه نشر الصورة دون موافقاتي ودون إذن صورني هو عطي لي تبويض نصوره سي أمين خليني نسولك على ريدا كتصل به دبا مزيان كيدير معنوياته المعنوياته الحمد لله مرفوعة أين الأمل في فترة غالب أي ناس يجنوه دبا؟ أي يتملول ما حال في الزلزانة ولا بوحده كيف أشكيد مخلط مع الناس ولا بوحده؟ هو تنعرف بأن الظروف دياله مزيلة ما تتشكشفت من الزلو ووش أنت بخير ووش أنت هذا تقول لي بأنني بخير وعلى خير مع تعامل ممتاز كل شيء سيكون أحسن جدا أستمع أسفلو بحالة سجنة أنت لرقانون مع دونبي هذا هو المهم إنه ليس شيء تكرفيس ليس شيء تسمع تسمع بدل المرة شيء حاله بحالة حالة أنا كانت تصور ذلك باقي حالة سجنة عادي أنا أردت تصور غروفة زين زينة في رادية تبقى أن تكون الوقت قليلاً وحتى أن تتعرف كل شيء لا يوجد هذه المعلومة حالياً الماكلة لا يوجد من الماكلة في رمضان لا يوجد أي شيء لا يوجد أي شيء لا يوجد معلقة فرشيطة لذلك حسناً إذا كانت معلقة فرشيطة هو أخنوش في الحفز كل شيء تعمل فيه أخريم هل دعني يا شخص القليل؟ فنقول لكم إنه زيادة تدعى في الأقاق وإعطاءه تدعى في الأقاق وعد من الأقاق وعلى أي يا رب تشتؤك للخير القللي يسي أمين بالنسبة له أنت قريب من أنت كان من الموجود هل تريد أن تعود أن يحاولون معهم؟ لم أكن أعرفهم في العام؟ هل كانت جريبة الجريدة؟ هذا الجريدة في الوقت كنت أعشى معه هو مدير النشر؟ مدير النشر نعم هل كان لديه بطاقة صحافة؟ هل كان لديه بطاقة؟ ستكون لديه ما كان لديك الجريدة؟ هو الجريدة أصلا تنشأت من الأول بطلب من جهاز مغربي ماذا نقع له؟ ماذا نقع الجريدة؟ لماذا نقع لديه مشكلة جريدة؟ ماذا نقع لديه ديون؟ ماذا نقع لديه؟ ماذا نقع لديه؟ كل شيء يحبس عليه الفينوسمو والجريدة كيف تتعرفها؟ أرى مصارف خيالية أنت جريدة ورقية؟ أرى مصارف خيالية لديك من مشاعر مصارف خيالية كانت جريدة تنشر تطبع عشر ألف نسخة ثبوعية وتنشر في جميع أنحاء المغرب من طنجة القويرة بمقرات في في الكثير من المدن بصحافيين في الكثير من المدن المصارف خيالية بحكي تكون قليلاً إذا قلت توقفت إذا قلت توقفت وقلت توقفت ثلاثة أو أربعة شهر لا يمكن أن توقفت هذا ما يصبح إذا قلت توقفت تفضل الأصل مشاكله هو هذا الجريدة هذا الجريدة هي الأصل مشاكله لماذا؟ توقفت لذلك وقلت توقفت وقلت توقفت وقد انتبعوا وانتباعات تابعوا في حياته إلى الدبع لأنه لا يوجد طرف الدبع لا يوجد فلوس يمكنهم أن يكونوا تضعوا في الدبع تضعوا في الدرع تضعوا في الدرع وكذلك تضعوا في الدرع تضعوا في الدرع هذا الشركة لذلك هذه الصحيفة كانت توقفت بأنه تدخلوا في الدبع ماذا ما هو الأشكال ما هو تدخلوا في هذا الشيء؟ تضعوا في الدبع لا لا تدخلوا في الدبع لا تدخلوا في الدبع ولكن ممكن أن نرى كل شيء سيكون على ما يرام وكذلك الوجهة أنا سمعت بأنه كان أحد هو الذي مكلف بلافر والذلك كان أحد اختلاسات أو طريقة التعامل ما هي هذه وخرجوه من وقفوه من الخدمات وكان الناس مكلف بهم رأسهم غرقين ريدك يقول هذا الشيء؟ قال هذا الشيء لا تؤمن بالأشخاص لا لكن لا يوجد شيء واحد هو المشكلة لأنه يمضف صغير هو الذي يذهب لذلك الشيء وليس لا يعرف هذا الشيء ولكن لا يوجد شيء دليل أنا أتحدث لك العريضة ماذا يقول هذه ماذا تقول علينا؟ نعم ماذا يمضف هو الذي يخلق له المشاكل الصغير هو الذي لا يعطيه فلوس للجريدة أو شيء لا نحن في الدار في أنت لا يمكن أن يدخل معنا في مسائل في حالة الشهادة أنا كأخوه والذي كنت محتاج معه بالمراحل في حياته تنتج هذا الشهادة بشنو تدوز قدامي أخي أمير دعني نسولك شيء سؤال اللي يجيزك بخير أنت عشت شيء مع رضا واحد لمدة طويلة جدا أريدك أنا إلا قلت لك سلط للضوء على رضا المواطن في العلاقة بالوحدة الترابية والصحراء المغربية كيف تحتفظ بشي مواقف يعني مشرفة لريضا دير شيء حاجة للمغرب ما عارفتها واحد للصحراء المغربية يعطيني شيء شيء مشاهد واحد ولا جوج عشيه منتها عليش كنقولك هكا باش الناس نحطهم الصورة اليوم الحسب الاجتهادات اللي عندنا ربما كان شيء شخص ولا جوج ولا ثلاثة اللهم بغين يستوره ريدا بشي مواقف اللي يدفع لحقوق الناس هو يهضم حقوق مؤسسة بنقية هو ذاك الانسان اللي يدفع الفقارة هو ربما كان صورة باقي تشوهروا صورته الغريدة أعطيني شيء ضحيّة ما يعطيك لفائدة الوطنة المغرب كيف نعت ريدة الوطنة في المغرب برا ولا خارج المغرب و هو كان شيء جديد جوانا اللي شفتهم و عشتهم معه بكري لما و أنا صغير هو هو معمر وخرجه لا أقل إعرار إنتخرجت به معهده عن حرمسة بسيطة من أنه سنكون بزهر تنضخي لنا نحقا كنا واحد في الوقت كنا ندني معهم هم واحد المجموعة نقوله مناظرين وطنيين مهم في جمعية سحراء أصبايا اللي كان هو الرئيس ديالها كانوا دار واحد التنقل في المناطق الجنوبية وكان لديهم محل خريطة طريق كانوا في المكان لدينا علاقة بوليزاريو كانوا تمشون لها كانوا تمشون بروات وش يسمونهم صفارة والله أعلم كيف يسمونهم من ذلك لما كان بلاكاتها بيروتها عندها علاقة بوليزاريو تتحيد كانوا تمشون كتابة كانوا تمشون ذلك موجود التراغ في الاميسيون التي ستحقها هلها تحديات ستبيرو لما كانوا في مكان بضعة أيام و لتواجه الناس و كل مرة يوقفون و يتم يدلون الملامح ما هو صحراء غربية أو حراء أو ما هذا إلى صحراء مغربية هم صحراء غادية و سألعدة الواد كما تأذى كتابة كبيرة الفعامية 15 متر أو 4 وقرة كانتم توقفتها فيها صحراء أوكسيدونطال أو ما حدث كانتم توقفتها بالليل و السبعة وقتين حسناً قد وجivelتها الخطمة ماëم من القلق هذه الى صحارة ماروكي هذا شيء مخلص دائماً قلت لكم حال هذا المسائل هذا هو يكون منهم بزاقة النشطة إنه محير واحدة ومعمره ما تخرج تقول اه انا دارت او افعلت هذا شيء كانت درجة تلقائياً منهم وراثهم ما هي حالت تسمى من روح وطنية كانت مفتم وانت ضحيتني يدار وواحد اه 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 امين طبعا كتعرف بان اودابي قد يطرح النقاش ديال حشكي اللي مخرج له هاد الوثيقة دابا هاد الوثيقة بوصلتكم بعدها ديالش هذه هذه بنكة صادر على بنكة يعني هاد الوثيقة هاد ما عرفتش مين صادرها هاد الضبط اللي تتعضر علي انت ما عرفتش مين صادرها وما وصلتناش بشي رسميا مع مري ما شفتها شفتها بحال كيف شفتها انت في واتساب محن كنت يسرر هاد الايام محن كنت يدير هذه العملية كيف شكوانا ما عندي اتشف في كنا ما كده شاركة محن كنت يشفي كي الناس حدوث يتم قبز قهواتا باتفتاره لهذا في ايطاليا يقول لي ان ترى ماذا تخرجوا فادي حالك دا ايطاليا بواحد شكل خياري ما الاصل ديال هم تقدر انت ايطاليا في الطريقة للتفكار ذلك أقوله زعمار إباس علي عنده التروة.. واخر جاوب وما لا تسوأ.. شنو الأملائك ديالوري دطا وشنو؟ هذه الدار يا أخي؟ ممكن شيء.. هذه الدار؟ هذه الدار؟ صافي ذلك الشي اللي عنده؟ هذا الشي اللي عنده؟ هذه ما أهم لك مدية إلا جينا شوفها؟ مع زيد، شيء أخرى عنده شيء قطارات؟ شيء فيلاد؟ لا 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 هذا الشرك يريد أن يتعلم على المسيحة لا يمكن أن تتعلم على هذا الشركة عنده أنك دويرة سافية دويرة سافية وبالبنك وغير ديواله وغير ديواله أكبر ما أشياء أكبر ما يجب أن يتعلم على الوحدة الترابية يصدق عيد ديوله داره تراب ديوله أنا هيدي حقيقة كانت تدافع هالتراب الوطني تراب ديوله من تحت رجلية هتسکين يجب ما قاله اهبي كان أنا ما عندي مشكلة نشيرتي صورتي وتهاظروا علي أنا ما مشكلة السياسية بأنك أنا سياسية كتبوا علي يصوروا لي أنا ما عندي مشكلة وthonСпiero مجمنة يا أخي بغيتين عاوديك umb لا 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 يا آخر دعني آخر لا 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 تخبر يعني أنا ما عندي مشكلة صورتي وكان المشكلة صورتي ي improving ادنه يعني قد يتدمون المغربة بالض هذا المنطقة هذا أول خلاصة انتقوم من إسبانيا سب جلالة الملك ماشي السب العادي ما تسبتها مواطن وماشي واحد طريقة تسب فيها ماشي فيها الوقاحة فيها وكانت عصب العيد وبالله من الشيطان عادي ماشي السب والله ما السب العادي لا بواحد طريقة عادي وخيكون هذك غيدخل غد صب الشر ومع ذلك يعني يدخل ودير ندوصحها فيه مع واحد المحامي مدخلوه وحطوه واحد المحامي مدخلوه كامل الأسهب وده بها يا الله يعني السب جلالة الملك والسب الجيش وحور طريق وواحد أخو أعطى رأيه في وزير وذلك الوزير قال لك أنه نشرولي صورتي هضروا علينا سياسي هو أعطى تقويت وهذا كعبش للحمس أنا سياسي يكتبوا عليها يصوروني أنا معدي مشكلة وقالت الأقل معدي مشكلة وهو يقول لكم نشرولي صورتي وفي التهمة نشر الصورة بدون إذنه خطعيات تبغي تكون زيما ما تتعصر شكة في هذا الرمضان نحن صايمة لماذا هذا الصيام لماذا هذا الإسلام لماذا هذا الرمضان لماذا نعيشه وسط النفاق لماذا 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 نجيبنا وفي التهمة نشر الصورة بدون إذنه حياة خاصة وهو يقول لك مع كاميل الأسف أميل بالنسبة لأسميته لهذا الدار هذا الفيلا أنت ما عندك معطيات ووش كانك يخلصها ماذا تخلص فيها وماذا تخلص هذه الزاكرية كلها مئة في المئة وبرده بأحد شكل خياري هم 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 زياد عليها واحد شي مسائل أخرى هم هم هذو شكاية هذا ولي هذا هم هم تركضيه كاملة فيها فيها شي تضرب من هنا شي تضرب من هنا شي تضرب من هنا ليست يدير يقول هاد شو نشي يدير شي يحمل التوعيات تعش بلاسة هذا ود هذا الباراج ما تبقى فيه الماء ما تدير ولي اشدكت مشيتم أرى لي تضربوا نعم، نعم، هذا شيء من وقت كورونا حتى كفالة عشرين ألف ترهام، الآخر يُعطيها بروسيدين ألف ترهام، حياته ستكون كلها مصاعد، كلها دائما تدق من قناة وهذا هو الجزء المثالي للناس الذين يعملون أكثر من عشرين عام هذه الوطنية وهي صحراء مغربية أمين، تضامن العائلة والأسرية والناس، هل هناك تضامن معه؟ هل تتعصروا في شيء واحد؟ هل تتعصروا في شيء واحد؟ هل تتعصروا في شيء واحد؟ تضامن مع شخص؟ لا، لن تتعصروا في شيء واحد، لكننا نحن نحن نعيش بشكل عائلات وهل تتعصروا في شيء واحد، وهل تتعصروا في شيء واحد؟ اصلاح اشتراك تحتاج السؤال مصدر من الملكة في الحبس من يكون براكي ولكن من الملكة يتحدو كل الناس الذي يوقف معه هو ملك هذا وشيء مثلا ووقفوا معه شيء طريقة لا أعرف كيف يكون رمزية أو غير طريقة يجب أنت سعادة واحد يمتع الطرفية بثاف وهذا السيد هذا السيد هنا في أقادين مع شخص القضية كانت من خروج أولاده يتسروا فلقوت صوروا في واحد الكرسي تحت كرسي على واحد أخيره ومتل كيف حدث؟ أسألها قلت لك شهادة السيد كانت معه فيديو هذا السيد هذا القصة له هي أنه في واحد الوقت هذه واحد العامين والعادة مخرج أولاده تسارهم هنا في أقادير يعني في جنب البحر كان واحد كرسي محتوظ تماما تقلصوا فيه تصوروا أحد تصوروا فوق منه هذا طاحت الكرسي على واحد من أولاده مات 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 هذا من أعريت هنا من كانت تراجع أخبار سمعونه في شيء شيء يأخذها جديدة أو العياد رخاوية من غير هذه الوهبية لا 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 لم تكن شي شيء آخر كان أنا تكلمة بعض المرات تقلصوا من المساج من ذلك الذي يروج شيء أكاديب شيء يوجد في الجراء لديك شيء ممنوع شيء شيء يوجد فهمت هذا العرض يمكنك أن تصبح وتصبح وتصبح وتأخذ ما هو ما هو لن تقول هل تصبح لماذا أخطأ قبل أن يدخل؟ أخطأ؟ لماذا؟ مثلاً شيء كلام لا يمكن أن يقوله شيء جبهة لا يمكن أن يفتحها شيء شيء أنت لو يعني ماذا يحويشك وفي النظارك كانت ما صاره كله سليم أنا تجيني ما صاره سليم مدام أنه فلا، أخرج فلا أنت إراد أنك ترغبت أن الأهم سنعرف أن يرونها جيد ويقعود أن يرونها ويقعود أن يرونها في أن لماذا ترغبت الأحوال ماذا تدهر فيهم؟ أن يرغب بهم شيء أو شيء بخصوص هذه الوثيقة وانا كان نقرأها وأنا معصب لأنه بالفرنسية ليس لك cyberفرنسية ولكن هذه اللي هي طعنة غاضرة الهوية دينا كنقول لك نحن المغاربة هوية المغربية وش حالك نظر على المغرب واستقل لنا من فرنسا واللغة الرسمية اللغة العربية والأمازيغية وفي الأخرة يكتب لك وثيقة بحركة معك كامل هذه الوثيقة هذي الفيلا شحل فيها مئتين وخمسين ميلا كيف ستصاره فيها وش تشتوشي خطة وش هتسمحوا فيها وش هتجمعوك عائلة تخلص وشنو غتديروشنوشنو المقترح لانكم در إذن لا اتسمحوا في هذه الفيلا نحن بعض الفيلا لكن البقاء هيتم عليها الملائيين اللي هيا من diese القيادة أماما سولوما تتسمع مرة 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 محاولات تتسمع محاولات و لكن تتبقى قليلا قدام الحجم نهار ما كان المزاد ما ستتباع 26 فهو تتزامن مع نهار الجلسة على الاستناح نهار اللي سيتحاكم فيه نهار اللي كتتباع فيه دارو نهار صدفة ولا كيف هاشا فهمت هذا واللي غتتباع فيه نفس النهار غتتباع الفيلة هو قاس كيتحاكم على القاضي والفيلة كتباع نفس الوقت العش دياله كيتباع والحرهية دياله في نفس اللحظة هذا هو الوقت هم سنحبتSE سن بعد ذلك هلوا يقومون به egلي Sweet أعتقد ان هم سأهمت هكذا الفكن Union بروا Wow هل لم أكن كنا و أعجبه إلا الأمام من أن imagine وجهت هذا الرقم الحساب الزوجة دياله تبغيوا هذا الشيء زوجته ويمكنها وزوجته قبل قبله وزوجته أي حاجة اللي عايكون فعل خير معلومة ديس قبله وتقدر تعطي رقم ديال الزوجة دابا باش الناس في هذا اللايب يعرفوا وليبا لكتم قتاعين رقم ديال الحساب ولا ديال النمرة الرقم ديال لا رقم ديال حساب تريفون دمرت ويهضروا معها ولا ما نعرفي لكن توقتين عتوب هذة الفكرة سوف نعطيك نعطيه لك ونعطيك واحد النمرة اللي سوف نخصها قيلة سبيسيال موناد ولكن هي اللي سوف تتجاوب فيها لا هي اللي سوف تتجاوب لا أنا هذا الشيء قد يركم أنا ما عندي أنا قلت لك أنتم مقتن عتوب هذة الفكرة لا ماشي لا الفكرة أنا الفكرة ممتازة الفكرة ممتازة وممتازة إلا كانت تصل لنتيجاتي لأنه يتصلح الضرر إلى نقدر نقوله إلى إلى ذلك الجهات اللي تسببه جهات مغربية في هذا الوضع ما حال الرقم؟ 07-01-58-01 07-01-58-01 هذا الرقم تزوجه لا هذا الرقم تزوجه رضا ما هي جوبي؟ أسرح أنت لا ما هي جوبي؟ أنا أنت لغا تجاوب إن شاء الله طبعا صافي واخا مزيان حسن من أنت لحقا سأنتظر عرفت أن في الممشيتي كان شيطان في دور أنت بسرع أنت بسرع لمرت أول شي حاجة قلت من الحسن أنا وكي بسرع لمرت واحد صديق دي أنا هذا يجيب أنا ومبعد اللي ما بسرع شي يمشي وكينا الأندال وكينا الناس اللي دولمس وكينا الشرفاء وكينا الأخيار والله يجمعنا ويجمعكم مع الشرفاء ومع الأحرار مع ولد الناس عبروا على وعيهم طبعا فكشكرك أمين زاف والله يفرج عليه وبلغ له تحياتنا باسمنا واسم الطاقة والأنصار والمتبعين بضلغ اللي دول والله يفرج عليه ويفرج على كل مظلوم في هذه البلاد هذه السعيدة أنا شكرك بزافة أمين بزاف بزاف إلا عندك شي كريمة أخيرة نعود نبلغ لك الشكر ديال أخويا ريدا مرحبا سلم علي وحميدك سلم عليك بزاف تحياليك أخويا أمين بسلام بسلام بسلام